المادي الساكن نظرته لكائنات ميتة لا وعي لها ولا إدراك بل على العكس ينظر إليها وإلى عوالم هذا الوجود من إنسان وحيوان ونبات وجماد بحسبانها موجودات حية تعبد الله وتسبحه في لغة لا يفقهها الإنسان وإذا سلمنا بأنها كائنات تسبح فلا مفر من التسليم بأنها كائنات حية إذ من البديه أن الجسد الميت لا يتصور منه تسبيح ولا عبادة الحقيقة الثانية أن قصة الخلق في القرآن كما هي في الكتاب المقدس السابق عليه تؤكد على أن أول إنسان نزل على الأرض نزل بوصفه خليفة عن الله فيها استخلفه عليها بعدما أصلحها له وهيأها لمنفعته وخدمته في دقة مدهشة وحكمة وعناية بالغة ولذلك حذره من الإفساد فيها بأي وجه من وجوه الإفساد الحقيقة الثالثة أن الله كلف الأنبياء بأن يحذروا أقوامهم من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها وجاء في القرآن الكريم أن بعض الناس سيفسدون في هذه الأرض وسوف يذيقهم الله من المصائب في الأنفس والأموال والقوت جزاء ما عملوا لعلهم يرتدعون ومن هذه الحقائق الثلاث يتبين في وضوح أن الله استأمن الإنسان على الأرض وأمره أن يتعامل مع سائر الكائنات معاملة الصديق للصديق وأختم بنداء أوجهه لكل شاب مسلم يسمعني بل لكل شاب يقض الضمير أيًا كانت عقيدته أن يقف بالمرصاد في وجه أي نشاط يضر بالبيئة أو يفاقم من أزمة المناخ هذا وأدعو إخوتي وزملائي علماء الأديان ورجالها أن يقوموا بواجبهم الديني في تحمل مسؤولياتهم كاملة تجاه هذه الأزمة وأعتقد أنهم بما يتمتعون به من تأثير روحي في كافة الأوساط حتى عند صناع القرار وأصحاب المصانع والشركات يستطيعون أن ينشروا بين الناس الوعي الديني بأبعاد هذه الأزمة وبما يسهم في محاصرتها والتخفيف من أخطارها شكراً لحسن السماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً للمشاهدة